وفي شأن آخر أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي تليها الدولة لبرنامج نوفي ونوفي بلاس الذي يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستهرد ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة حيث اطلع مدبولي على أهم المخرجات ذات الصلاة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي وذلك خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة كوب 27 فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع محور الطاقة وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات والأسر التنموي له كما طلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمحوري الغذاء والمياه